أحبائي الإنسان مخلوق على صورة الله مثل ما قرأنا من الآيات ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا وبعدين بيتكلم عن هذه الصورة وأهميتها حتى قبل شريعة موسى الله بيتكلم في عهد نوح ويقول له سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأنه على صورة الله على صورته عمل الإنسان فالإنسان على صورة الله فإذن الأصل هي من الله نحن مخلوقون على صورة الله وهذا بيجعلنا متميزين فريدين أشخاص فعلا نختلف نتميز عن كل الخلائق والرب تكلم في سفر حسقيال قال ها كل النفوس هي لي نفس الأب نفس الإبن النفس التي تخطئ هي تموت يعني كل نفس بتعصى الله هي راح تواجه طبعا دينونة الله لأن الإنسان مكتوب في سفر الجامعة لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها ترجمة نانسي قنقر